عف الله عنكم صاحب الفضيلة هذا سائم يقول في مقام الثناء على الله عز وجل في الدعاء هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأمين وما الدليل على ذلك كيف يقول عف الله عنكم في مقام الثناء على الله عز وجل في الدعاء هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأمين وما دليل ذلك هل الواجب على المأموم التسبيح أم التأمين التأمين نعم هو الأمين نعم وما دليل ذلك إذا كان الإمام يدعو في الصلاة في القنوة في قنوة الوتر فإن المأموم يؤمن على دعاء الإمام هذا في قنوة الوتر أما في غير ذلك فالإمام يدعو والمأموم يدعو كل يدعو لنفسه كل يدعو لنفسه سرا ولا ترتفع الأصوات لذلك إنما كل يدعو لنفسه في الركوع وفي السجود وفي تشاهد الأخير كل يدعو لنفسه سرا الإمام والمأموم نعم